هامجلوب هامجلوب إن تحتوي على شرعاتا dels شخص التحرك بصراعات المختلف عشان كده لو استخدمنا الاختبار بتاعنا اللي هو هيمجلوبين إليكترو فريزز اللي هو اختبار الفصل الكهربائي هنلاحظ الاب نورمال طيب طيب في الصورة اللي عندنا ديت انا عادي نركز مع بعض شوية يعني مسلا احنا لو عندنا هيمجلوبين طيبز اللي هي المنطقة الاولى هيمجلوبين طيبز عندي فيه هيمجلوبين ايه لو لاحظنا هيمجلوبين ايه حطناه على شريحة مكان اللي هو وضع البلط عينة البلط طيارك الربائي مر من القطب السالب والموجب هنلاقي كل الهيمجلوبين ايه يتحرك بسرعة عالية ويبقى انا عندي التركيبة بتاعتي الجينو طيب هيمجلوبين ايه ايه والفينو طيب نورمال طيب بعد كده لو شفنا الحالة رقم اتنين اللي في ايه هي هيمجلوبين اس هيمجلوبين اس يعني عنده سيكل سي الانيميا يعني هيمجلوبين اس اس هتلاحظوا ان كله موجود في منطقة اللي هي الاس سلور يكونوا سلور يبقى هيمجلوبين اس اس ليس نيجاتيب كومبير تو للاتش ايه فعشان كده يلاقيه بيبقى متأخر ما بيروحش ناحية القطب الموجب انه ليس نيجاتيب مجريت سلور برضو حركة بتاعته زي نقول بطيئة ده اللي هو هيمجلوبين اس اس طيب النوع الثالث اللي هو هتيرو زيكل يعني عندك اس و اي طب وعندك اس و اي ده يبقى اسمه سيكل سلتريت ويبقى الجينو طيب بتاعه هيمجلوبين اس مع هيمجلوبين اي ويبقى في الميجريشن هنلاقي انه هو بيتحرك منطقة الاس منطقة ال اي يعني اس اه برضو الشريحة تيت بتوضح لنا الحركة بتاعتنا بين الاي اللي هو الكاثود والانود بنحط في وعندي قطب سالب وقطب موجب وعندي مكان اللي انا بحط فيه العينات بتاعتي وعندي بعد كده من القطب السالب لقطب الموجب على حسب الشحنات اللي موجودة وعلى حسب نوع الهيمجلوبين طيب هيمجلوبين نيتروفريزز اذا كنفرمات في تيست فور هيمجلوبين نوفيسز بيعملي دياجنوزز كويس جدا يعني انا لو عندي الحالة بتاعتي هيمجلوبين اس اكتر من خمسين في مية اقدر اقول انه عنده سيكلس الانيمية اللي هي اس اس لما يكون معهش وزود بدون ايه باند يعني اه هنا انا عندي الحالة رقم اربعة لو نشوف الحالة رقم اربعة كلها بقعة اس وما فيش ايه باند فقدر اقول عليها اس اس سيكلس الانيمي طب لو لقيت الهيمجلوبين اس اقل من خمسين في المية وفيه هيمجلوبين ايه وفيه ايه باند يعني انا عندي التركيز بتاعتي اس في الحالة دي بقى اسميها سيكلس ال تريت في الحالة بتاعتي اسمها سيكلس ال تريت وتركيبتي احتي بقى اس وفي الصورة اللي احنا شايفينها دي اقدر اقول ان الحالة رقم ستة ورقم ثمانية تركيبتهم اس او سيكلس ال تريت او كاريف طيب ساعتنا نلاقي سيكل اس ومعها اف وديت في حالات سيكلس ال سلاسيمية يبقى اهديره زايلوس بس ايه سلاسيمية سيكل سلاسيمية ساعتنا نلاقي اس مع ايه تو تبقى الاس ومعها ايه باند اللي موجودة في منطقة ال ايه تو هي المنطقة بتاعت ال ايه تو ديت بيكون فيها الهموجلوبين سي عشان كده بنقول عليها اس سي يبقى هديرو زايكوس واخد ابنورمال اس وابنورمال سي هتلاقي فيه في ال preferable سمير سيكل تارجت ايه 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 شكرا شكرا ا imagنا مقصي 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 اشتركوا في القناة